اليوم كنا نتابع ما تفضل به سيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ويتحدث عن إنجازات الدولة المصرية على مدار سنوات ست في مجال التعليم في مجال التعليم العالي في مجال البحث العلمي أرقام بمئات المليارات تم إنفقها على العملية التعليمية التي بدأت مصر لأول مرة منذ ربما قرن من الزمان تنظر إلى العملية التعليمية من زوايا عدة من زاوية المعلم من زاوية الفصل الدراسي من زاوية المحتوى المناهجي أو التربوي وأيضا منها حيات ارتباط مخرجات العملية التعليمية بالسوق تحدث الدكتور مصطفى مدبولي بالأرقام ولغة الأرقام لا تجذب إنه مهما كنا نبني ومهما كنا نشيد من مدارس جديدة ومن ثم فصول جديدة فإنه ما زال التكدس في المدارس تكدس الطلاب في الفصول رقم يعني زي ما شرح فوق الاربعين وفوق السبعين وفيه فوق المية كمان حوالي 2-3 في المية في بعض المدارس تكلم الراجل بمنتهى الوضوح على العملية التعليمية بيقول إحنا قمنا بإنشاء أكتر من 73 ألف فاصل جديد لكن ما زالت الكثافة كما هي يطلع واحد دلوقتي أي حد بيتكلم حتى لو شغال يعني في مدرسة عامل ممكن يطلع يقول لنا التعليم ومشاكله وإيه الأخرة وقول لك انت كانت شايف الفصل فيه كما واحد كله بيشتكي كل الناس بتشتكي إحنا علشان علشان نصل علشان نصل بكثافة الفصول إلى النسبة المقبولة اللي هي 40 طالب في الفصل محتاجين 73 ألف فصل جديد بتكلفة 40 مليار جنيه ده باختصار شديد يعني واحد يقول لي أصله فيه مشكلة التعليم إنه الكثافة عالية في الفصول أقول له صحية يقول لي طيب الحكومة بتعمل إيه أقول له ما الحكومة أنا مش مدفع عن الحكومة أنا مش متحدد باسم الحكومة بس أقول له حضرتك ارجع لكلام الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة إحنا علشان نخضي على الكثافة في الفصول الزحمة يعني عايزين نعمل نبني 73 ألف فصل دول هيكلفوا كم بالبلدي 40 مليار جنيه يلا ما هو اللي بيتكلم يا جري يا إطبوخي كلف يا سعيدي هي معروفة أجيب منين دي الموضوع الدولة على مدار 6 سنوات بنت فصول ومدارس وإلى آخره وعند هيئة لأبناء التعليمية كل ما يتم بناءه من فصول ما بيقللش كسافة ليه؟ لأنه كل سنة بيجيلي موليد جدد وطلقاب جدد فبابني مدارس اللي بابنيه يكفي الطلبة الجدد بس يكفي التلاميذ والجدد لأنه كل سنة البلد بيزيد 2 مليون اللي 2 مليون عندي كل سنة فيه قولة ابتداء كل سنة فيه كيجي وان كل سنة فيه كيجي تو كل سنة فيه سنوات جديدة الأولاد بيخلش المدارس ربنا يبارك لجميع فبالتالي الدولة بتبني مدارس وفصول يا دوب تكفي الطلبة الجدد يا دوب تكفي الأولاد الجدد ده القصة الدولة بتبني مصانع عشان تشغل الناس طب ما المعدة البطالة يعني ما بيبقاش صفر ليه؟ لأنه كل سنة فيه خريجين جدد عايزين شغله جدد فالدولة بتعمل مصانع يا دوب يا دوب تكفي اللي موجود مش الجديد فبالتالي احنا بندور في بيسموها في الاقتصاد الدائرة الخبيثة أو الدائرة المفرغة عملي ليف ماليش نهاية باشرب ميض بحر مباشبعش ايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا عايزين نغير زي الرئيس مقال عنوان عريض بقوله وبيقوله السيد الرئيس على طول لابد ان نغير الواقع اللي احنا عايشينه نغير الواقع بتاعنا لازم نكسر الدائرة الخبيثة لازم نغير القواعد الكلاسيكية للتعامل مع الازمات لازم نغير الحلول التقليدية للتعامل مع الازمات لازم اغير الواقع بتاعي وتحمل محنا بنتحمل طيب عايزين نكمل المشوار عايزين نكمل المشوار اللي احنا بدأناه وبدأناه صحيح